بعد المباراة نقول لكم على المردود الصحفي لأن المسائل محتاجة بعد النظرة شوية في الأخبار قالت بعد المباراة انتقادات واسعة الكولر واستفسار عن غياب القندوسي الأهل الأفريقي في مأزق حقيقي تمال يا سيد سيبرين بلاحظ وده وضع طبيعي على فكرة أي أنك أنت لما تتحققش النتاج إيجابية بتدور على الحلول اللي لم يستفد منه اللي ربما تكون تعملها وتوصلكش الحاجة برضو لكن على الأقل بتاخد من وجهة نظر كاتبها بالأسباب الوطن قالت محاولة تعديل الأوضاع غرامات مالية ضد لعب الأهل بعد التعادل مع سندونز وتأكد غياب محمود متولي عن الداخلية بالمناسبة مماراة الداخلية بكرة الحاكم محمد معروف محمد معروف صاحب النطة الجنان الوفد قالت نقطة سندونز تفجر الغضب في القلع الحمراء الأهل يرفض معاقبة لعبي وتعدلات بالجملة أمام الداخلية نشوف العنوان غرامات وعقوبات والأهل يرفض العقوبات أيها الوطن عكس الوفد المصر اليوم قلق في الأهل بعد تعقد الموقف في دور الأبطال كولر حزين بسبب تكرار الأخطاء السازجة وإهدار الفرص هنا نقف يا أستاذ إبراهيم لأن في كل المطشاط أيها من قول ريال مدريد لحد النهاردة فعلا فيه أخطاء ملاش معنا كانت غيرت كثيرا من المشهد والكرة للنادي الأهل تفضل طيب الجمهورية طلب حضور عشر تلاف متفرج لمباراة القطن الكاميروني الأهل يطلب دعم من الجماهير حضور الجماهير مهم مهم أن ييجي ويدعم بالطريقة اللي مارسها قبل كده ونجعت معها ومعنادي الأهل طيب في الأهرام كولر يعيد تخطيط طريق الأهل لإنقاذه في أفريقيا يعني ما بين ناس بتحمله المسئولية وتوجيه اللوم وما بين أن هو الرجل بيعيد ويخطر لا ممكن أحملك اللوم وانت تبقى بتشتغل بتحاول تصلح طيب في الشروق كتب الأستاذ حسن مستكاوي هذا الهزال الكروي إلى متى وبيشير إلى منتخب الشباب ونتائجه هزمة الزمالك من الترجي وتعادل الأهل مع صندونز وبيقول الأزمة عميقة وأديمة ومن مظاهرها ما عرف بخطاب الأهل المخفي في بطولة أفريقيا وقيد لعب الزمالك وغير ذلك من أداء إداري ينم عن سوء نوايا أو سوء تخطيط أو سوء أدير جملة في منتهى الأهمية ليه؟ لأنك اللي بيقولها الرجل متحفز ده مش اسلوب الأستاذ حسن مستكاوي لكن لما يقولك سوء نوايا وسوء تخطيط ده رجل بيشاور بشكل مباشر على مشهد الكرة الحقيقة اللي احنا قلناه مفيش نية للإصلاح اشتركوا في القناة